أهلاً بكم ورق الغار من النباتات العطرية التي يتم الحصول عليها من شجر الغر والتي تعتبر دول البحر الأبيض المتوسط من أشهر أماكن زراعته ووجوده وكان ينظر إلى شجرة الغار كشجرة مقدسة في بعض الدول ومن الشائع استخدام أوراق الغر في الطهين لما لها من رائحة زكية تطفي على المأكلات مذاق رائع وأيضاً لصناعة العطور ولها العديد من الاستخدامات الأخرى والتي سنقوم في هذا الفيديو بالتعرف عليها ومعرفة طرق استخدامها والقيمة الغذائية لها القيمة الغذائية لأوراق الغار أوراق الغار تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم كالنحاس والبوتاسيوم والكاليسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد والسيلينيوم والمنجنيز كما أنها تستخدم في صناعة الأدوية العشبية لاحتوائها على مضادة الأكساد لذا فهي مفيدة جداً في مكافحة الخلايا السرطاني والتخلص من الشقوق الحرة بالجسم وأيضاً لها استخدامات علاجية باعتبارها من أهم مضادة الالتهب والفطرية والبكتيريا كما أنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية النباتية الأساسية والزيوت الطيارة فوائد أوراق الغار فوائد أوراق الغار لتقوية المناعة أوراق الغار غنية بفيتامين سي وفيتامين إيه والزنك وتعد هذه المواد من أهم ثلاثة مغذية للمساعدة في حماية جهاز المناعة وتقويته وأيضاً يعمل فيتامين إيه على حماية الأغشية المخطية في الأنفل والعينين والحلق والفم والجهاز الهضمي ولئتين من التعرض للبكتيريا والفيروسات مما يجعلها أكثر مقاومة وفاعلية لمنع اختراق البكتيريا والفيروسات للجسم وتقليل الإصابة بالأمرض أوراق الغار مضادة للالتهب أوراق الغار تحتوي على برثينولايد وتتميز تلك المادة بأنها تساعد على تخفيف التهيج والالتهابات في جميع أنحاء الجسم يمكنك استخدام أوراق الغار كعلاج موضعي على الجلد لتقليل الالتهابات ولتهدئة الجسم كلها فوائد الغار للاسترخاء إذا كنت تعاني من الأرقي فأوراق الغار مفيدة جداً لهذه الغاي حيث أن لديها بعض الفاعلية في تهديئة العقل والمساعدة على الاسترخاء والمساعدة على النوم العميق ويمكنك وضع بضع قطرات من مستخلص ورق الغار أو زيت الغار في كوب من الماء ويشرب منه قبل النوم لنوم هادي فوائد أوراق الغار لمرض السكر تلعب أوراق الغار دوراً هماً في علاج مرض السكري من النوع الثاني حيث أنها تعمل على خفض مستوى الجلوكوز في الدم وكذلك الكوليستيرول والدهون الثلاثية لذا فإن التناول المنتظمة لأوراق الغار يعمل على خفض معدل السكر في الدم وكذلك تنظيم الدورة الدموية ووظائف القلب كما أن أوراق الغار لها خصائص مضادة للأكسادة مما يساعد على تنظيم إفراز الأنسولين من الكبد كوب واحد منه قبل النوم وستفقد 20 كيلو جراماً من دون اتباع نظام غذائي لذلك ينبغي لمرض السكر الاهتمام بتناول أوراق الغار للمساعدة في علاج وتنظيم السكر في الدم فوائد أوراق الغار للجهاز التنفسي المواد مثل الأوجي نول التي توجد في أوراق الغار لها بعض الخصائص مضادة للالتهابت كما أنها تعد من المركبات الفعالة جداً لترضي المخاط والبلغم في الليئتين ولتحفيز الممرات التنفسية وتعد من أفضل الطرق المستخدمة لتحسين الجهاز التنفسي عن طريق استنشاق البخار الذي ينتج من أوراق الغار بعد حرقها فوائد أوراق الغار للإنفلونزا أوراق الغار فعالة جداً في مكافحة أعراض البرد والإنفلونزا والالتهابت الأنفية وفي حالة حدوث أي مشاكل في الجهاز التنفسي يمكنك غلي الماء وإضافة من 2 إلى 3 من أوراق الغار وترك البخار لمدة 10 دقائق ثم نقع قطعة قماش في هذا الماء ووضعه على الصدر لتخفيف الإنفلونزا والبرد والسعل وأيضاً أوراق الغار فعالة في خفض الحم وفي حالة العطس المتكرر حيث نقوم بغلي بعض أوراق الغار في 200 ملي لتراً من الماء ويصفى ثم يشرب فوائد أوراق الغار للقلب أوراق الغار تحتوي على الروتين والعديد من المركبات والأحماض العضوية ومن أهمها حمد الكافيك وتقوم تلك المركبات بدوراً مهم في حماية القلب حيث يعمل الروتين على تعزيز الشعيرات الدموية بينما حمد الكافيك يساعد على تقليل معدل الكوليسترول السيئي من القلب والأوعية الدموية فوائد أوراق الغار لعلاج الصداع إذا كنت تعاني من الصداع المستمر فينبغي الاهتمام بتناول مشروب أوراق الغار بشكل يومي لفعلياته لعلاج الصداع فالزيوت المستخلصة من أوراق الغار لها خصائص مهمة جداً كمضادة للالتهابت وكمسكن طبيعي لتخفيف الآلم لذلك يعد ورق الغار من النباتات الجيدة لمكافحة الصداع النصفي وللتخفيف من التهابات المفاصل والآلم المصاحب لها فوائد أوراق الغار للجهاز الهضمي أوراق الغار مفيدة جداً لسلامة الجهاز الهضمي وتحسين أداؤه وحل العديد من المشاكل التي تصيبه وتؤدي إلى الشعور بالآلام وعدم الراحة فهي فعالة جداً في تحسين صحة المعدة والحد من المشاكل الناجمة عن مرض السيلياك أو القولون العصبي كما أنها تقلل من انتفاخ البطن وتساعد على طرد الريح وأوراق الغار أيضاً تحتوي على العديد من الأنزيمات التي تساعد في إنتاج البروتينات وتسهيل عملية الهضم فوائد أوراق الغار للكلة أوراق الغار مفيدة في علاج التهابات الكلة وحصواتها حيث أنها تعمل على إذابة تلك الحصوات ومنع تكونها مرة أخرى يتم إعداد فنجان من شاي الغار المغلي بالطريقة الأتية وضع خمس جرام من أوراق الغار في مئتان ملي لتراً من الماء ونقوم بغليها وتركيزها إلى أن يصل إلى خمسون ملي لتراً يتم شرب ذلك المستخلص مرتين في اليوم وينصح بشرب الماء بكثرة معه لفاعلية أكثر لعلاج أمراض الكلة المختلفة فوائد أوراق الغار لمكافحة السرطن تعد أوراق الغار غنية بمضادات الأكسادة والمركبات العضوية الهمة وبعض المغذيات النباتي ووجود كل هذه المواد يجعل أوراق الغار ممتازة في محاربة الشقوق الحرة المسؤولة عن تحويل الخلايا السليمة إلى خلايا سرطنية فوائد أوراق الغار للأنفي إذا كنت تعاني من حدوث نزيف في الأنفي يمكنك تحن إثنان إلى ثلاثة من أوراق الغار الطازج أو الجف ثم نقوم بغليها في مئتان ملي لتراً من الماء حتى مئة ملي لتراً ثم يتم تصفيته ويشرب هذا لمنع النزيف فوائد أوراق الغار للفم أوراق الغار تحتوي على فيتامينة ومكونات مفيدة للفم وأيضاً تساعد في المحافظة على صحة الأسنان كما أنها من أسهل الطرق التي تستخدم للحصول على أسنان بيضاء ومتألقة دون حدوث التهابات أو نزيف باللثة فوائد أوراق الغار للحمل أوراق الغار غنية جداً بحمد الفوليك ولذلك تعد أوراق الغار مفيدة جداً للنساء الحوامل وخصوصاً خلال فترة ما قبل ثلاث أشهر من الحمل وبعد الحمل وبداية الحمل ويرجع ذلك إلى فاعلية حمد الفوليك وقدرته على منع حدوث العيوب الخلقية للجنين فوائد أوراق الغار للشعر يمكن خلط أوراق الغار مع المياه الباردة وغسل الشعر بها بعد استخدام الشامبو لمعالجة الشعر وتحسين مظهره ومن الممكن أيضاً إضافة عشر إلى خمس عشر قطرات من زيت أوراق الغار إلى الشامبو الخاص بك حيث يعمل مستخلص ورق الغار على التخلص من قشرة الرأس نهائياً فوائد أوراق الغار للبشرة ورق الغار يساعد على التخلص من التوتر مما يجعله من أقوى المكونات التي تحارب التجعيد وتحسين صحة الجلد ويمكنك أن تقوم بوضع خمس من أوراق الغار المجفف مع إثنان كوب من الماء وتغطيته ثم إزالة الغطأ ويترك ليغلي دقيقتين ثم نقوم بعد ذلك بصب الشراب في وعاء كبير وتغطية الرأس بمنشفة واستنشاق البخار المتصاعد فوائد أوراق الغار للجلد أوراق الغار لها العديد من الخصائص العلاجية وكثيراً ما تستخدم لعلاج لدغات الأفاعي ولسعات الحشرات وتخفيف الجروح والكدمات ويعد زيت أوراق الغار فعال جداً كمضد للبكتيريا مما يساعد في علاج الالتهبات الجلدية ويستخدم كدهان موضعي لعلاج الجروح والكدمات ولدغ الحشرة أوراق الغار تعد واحدة من النباتات المستخدمة في طرد الحشرات الكبيرة حيث أنها تحتوي على حمض اللوريك ذو التأثير الفعال جداً في طرد الحشرة ويتم ذلك عن طريق عمل عجينة مصنوعة من أوراق الغار وقليل من الزيت من الممكن أيضاً استخدام تلك العجينة لتخفيف لسعات وعدات الحشرة حيث تستخدم كدهان موضعي نتمنى لكم الصحة والعافية أينما كنتم